السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد تعاون اعمل مع بعض الكيك التحفة جدا دي ببيضة واحدة بس من اروع واهش الكيكات اللي جربتها بجد لازم تجربيها ولو جربتها تدعيلي حاجة كده طعمها فاخر مش طعمها اي كلام ولا طعمها عادي لا دي طعمها مميز جدا جدا بصي الكيك بتاعتها هشة ازاي طحفة جدا جدا ما انه الفيديو ينال اعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول حاجة هنحط في الخلاط بيضة طبعا تقدري تضربي مضرب يدوي ما فيش مشكلة خالص بس انا بفضل اضرب في الخلاط عشان السكر يدوب كويس حطت بيضة حط نص كبية من السكر السكر الحبيبات العادي ورشة من الفاناليا بعد كده هنحط نص كبية من الحليب وتلت كبية من الزيت وده حجم الكوب المستخدم اللي هو كوب الشاي العادي او الكوب العادي جدا ده حجم العادي جدا هنضرب مكونات دي مع بعضها كويس جدا في الخلاط ونرجع تاني على طول وحطي كمان نص معلقة صغيرة من الخل نعليهم ضربتهم في الخلاط هنفضيهم في طبق اواء عميق وهنحط عليهم معلقة كبيرة من البكينج باودر اللي هي خميرة الحلويات معلقة ونص كبيرة من الكاكاو الخام البودرة وطبعا لازم ننخل الكاكاو عشان الكاكاو احيانا بيبقى فيك لكاكا كده صغيرة ما بوزناش الكيك بتاعنا معلقة ونص كبيرة من الكاكاو الخام البودرة فاتح غامي اي حاجة حسب المتوفر عندك هننخلها وبعد كده هننخل الدقيق هننخل كوباية زائب معلقة كبيرة من الدقيق المعلقة اللي ضايفينها على كوباية معلقة كبيرة هرمية يعني كوباية دقيق زائب معلقة هرمية هننخلهم برضو لان لازم مهم جدا جدا ان احنا ننخل الدقيق فيديوها ابتع فيها ويريد تعملي لايك حطيتها بقى في صانية صغيرة بالشكل اللي انت شايفه طبعا دي مقدير صغيرة حطيتها في صانية صغيرة لسه طالعة من الفرن اه بتاخد حوالي نص ساعة تقريبا هقسمها نصين وهحط في النص كريم شانتي شوكولاتة كان بقي معي من وصفة اللي فاتت ولو حابة نتي تحطي كريم شانتي الفانيليا العادي بصي هشاشة الكيك تحفة جدا رغم انها ببضى واحدة بس الا انها تحفة جدا وهشة جدا هنوزع بقى كريم شانتي الشوكولاتة في النص كده بين الطبقتين ونحط الطبقة التانية على الوش وزي ما قلتلك تقدري تحطي كمان شوكولاتة النوتلا بدل الكريم شانتي مفيش مشكلة خالص بس الكريم شانتي هيدي كتعمة احلى هنحط بقى الطبقة التانية فوقيها وهنجيب المقطع ده تقطع مني هنجيب شوكولاتة خام وهندوبها في ميكريف او على حمام مائي وهنخلط معيها سوداني مجروش يعني دي شوكولاتة خام وسوداني مجروش فقط اللي هنغطي بيها الكيكا بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفة ده ودخلتها التالية بس شوية صغيرين عشان الشوكولاتة تجمد لان طبعا احنا في الحر والصيف الشوكولاتة جمدت عليها بالشكل اللي انت شايفة وهنقطع قطعة طحفة جدا جدا انا متأكدة انها هتعجبك وكمان زي ما قلتلك الكيك خطير جدا حاجة كده مميزة ومختلفة من الفيديو كنا اللي اعجبكم بصي بعت عين قطع قطعة مع بعض عشان اوريكي هشاشة الكيك طبعا الشوكولات اللي على الوش بتجمد خالص زي الشوكولات اللي بتبقى على السنيكرز والشوكولاتات المختلفة والكيك من تحت هشو لذيذ جدا بجد طعمها واو من الفيديو كنا اللي اعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته